لقد كان فيه يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا لنا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتققوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم رشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بده كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون